يقول السلام عليكم هل من الممكن للمرأة أن تصوم ستة أيام من شوال بنية أنها تخلص الدين اللي عليها كاتبتها أكذا بالدرجة الدين اللي عليها في رمضان أي تكون دائرة نية صيام ستة أيام من شوال مع الدين تأيام الحيض معا نعم يجوز وأنا أفتيت بهذا ورد علي أحدهم ولكنه رجل موش فقيه يعني الفقه هذا عنده ماليه ليس أي إنسان زيما يعرف الدين ولا يعرف الحجايات والحكايات ما عندها أراه فقيه لا لا الفقه عنده ماليه وعنده أحكامه عنده قواعده وعنده شيوخه عنده مذاهبه وهكذا عنده استنباطاته عنده الأدلة انتاعه ما شاوحوا قولنا فقيه نعم يجوز للمرأة أن تصوم ستة أيام من شوال وتصوم القضاء نفسه يعني هذا كل نهار أكذا تصومي غدوة تنوي قضاء تاك وتنوي تحته يوم من شوال وإذا كان إثنين أو خميس يجوز لك تنوي السنة تعال إثنين وخميس ولكن القضاء هو الأول التعدد تعنية كيف الشريعة تعدد النية كيف الشريعة كما الحج يأخي الحج واحد ينوي حج وينوي سياحة وينوي زيارة البقيع وأين ولد النبي عليه الصلاة والسلام زيد وينوي التجارة يجوز له تتعدد النية واحد دخل إلى المسجد وما صلى صلاة الصبح واش يديه يصلي تحية المسجد ومبعد مرة يصلي الصبح لا لا يصلي صلاة الصبح وينويها هي نفسها تحية المسجد واحد يوم الجمعة على جنابة يخسل غسلين اللو الجنابة والتاني السنة على الجمعة لا لا هذاك غسل الجنابة هو نفسه ينويه السنة الجمعة فهمتوها النية موجودة فشاة التعدد موجود ما لنت إياه عليك القضاء وعندك ست يام من شوال وطاحت لك ثنين أو خميس أنوي القضاء هو اللول القضاء هو اللول وتحت يوم من شوال وتحت اثنين أو خميس وهذا لم يقولوا لا لا صومي ست يام من شوال ومن بعد صومي القضاء التعك ليه نفترض ليه نفترض أنها مرة نفترض هو المرة عندها تمنيين قضاء تصوم تمانية وتزيد مراها ستة يعني تقضي أكثر من نصر شهر وهي صائمة أعلاها أخويا أعلاها صامت رمضان ومع نصر شهر وهي صائمة لا يجوز هذاك اليوم نفسه أنوي قضاء وأنوي تحت شوال وصيامك صحيح وأنا أنصح بقراءة كتاب الأمنية في إدراك النية للإمام القرافي أنا قررت بكري قديما في جامعة الإمام العربي تبسي الأمنية في إدراك النية أو يفصل أحكام جيدة في أحكام النية شوف غل اللي يتزوج الزواج يغزوات سنة ينوي حصن روحه ينوي فرح يمه ينوي دير دورية ينوي أدقاء يجوز تعدد النيات ما ليش فهموا عليه هذا اللي يرد علي على ما فهمش هذه المسألة يعني يا راي واضحة غير اللي يحبك يجادل ويناقش والله فهمنا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر